بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في سلسلة تعليم مادة الرسم الهندسي والاسكاط. اه خاصة بالفرقة الاعدادية بكليات الهندسة. ان شاء الله النهاردة هنبدأ نشتغل في سكشن رقم خمستاشر. ونكمل موضوع استنتاج المسكة التالت. اه زي ما كنا قلنا المرة الفادت. اه ما ينفعش تبدأ تخش على استنتاج المسكة التالت من غير ما تكون بتعرف تجيب المسكة التالتة من المنزور وتكون فاهم العمليات او المواضيع دي. في المسال اللي عندنا الراجل طالب منك استنتاج المسكة الجانبي ويمديك مسكة رأسي ويمديك مسكة قفت. ويطالب تجيب المسكة الجانبي من الاتجاه ده. يعني تبدأ تبص في الاتجاه ده ونرسل المسكة الجانبي هنا. قلنا بنقول اول حاجة نبدأ نعملها في استنتاج المسكة او استنتاج المساقط او المسكة التالت. اه بتشوف العباعات بتاع الشكل بتاعنا الطول عندك هنا عبارة عن تسعين والارتفاع بتاعها عبارة عن كم? عبارة عن العشرة زائد الخمسة وعشرين. يبقى خمسة وتلاتين ده ارتفاع بتاع المسكة الرأسي. طب المسكة القفقي زي ما احنا شايفين هيبقى نفس الطول بتاعه وتسعين والعرض بتاعه هيكون عبارة عن اربعين. يبقى اه تلقائي عندك هنا المسكة الجانبي العرض بتاعه عبارة عن اربعين والارتفاع بتاعه عبارة عن خمسة وتلاتين. ده اول حاجة انت كده عملتها عملت المستطيل اللي هو عبارة للاربعين في الخمسة وتلاتين. طبعا. بعد كده تبدأ تشوف الشكل اللي قدامك. وتبدأ تشوف المسكة الرأسي مع المسكة القفقي حسب المساكة اللي اقابة لك وتبدأ تقرأ الرسمتين اللي معك عشان تبدأ تستنتج المسكة التالت. لو احنا كده ممسكنا الشكل اللي قدامنا زي ما احنا شايفين كده الشكل اللي قدامك هو عبارة عن جزء واحد مافيش فيه اي جزء اتاني الشكل اللي الدمج دهو. والعرض بتاعه عبارة عن الاربعين. لو احنا بصين. لو احنا شفنا اول سمك بتاعنا اللي هو الخمسة. لو انا بصت في الافكة هو عبارة عن ايه? اهو. بيبدأ الشكل بتاعه. نفس الكلام الناحة التانية لان الشكل متماسك. انا ماشي كده شفت ايه? خطوط داشت لاين. يمين وشمال. الخطوط داشت لاين دي لو انا نزلت تحت هتلاقي عبارة عن مستطيل. مستطيل عبارة وكان خمسة في عشرين. بمعنى ايه ان الشكل اللي قدامك ده في مجرى مفتوحة قدامك. يبقى ازا في المسكت الجانيبي هتبدأ تشوفها ايه? خطوط داشت لاين. يعني مش كل ما يزهر لك هنا ايه داشت لاين ما يبقاش تقب مش لازم يكون تقب ممكن يكون مجرى زي اللي قداما دي. بعد كده الراجل دخل في عمل نص استوانة. طبعا احنا عارفين الاستنتاج بتاع الاستوانة. ادي الخط بتاعها الاساسي والخطين بتاعها. يبقى تلقائي كده عندك الاستنتاج المسكة التلاتة هيبدأ عبارة عن ايه? اول حاجة بعد ما رسمت المستطيل الاربعين في الخمسة وتلاتين هتبدأ تاخد خط بتاع اللي هو العشرة زياد الخمسة هيبقى الخمستاشرة تبدأ تاخد خط. الخط ده بعديه لو انا واقف في الاتجاه ده في خط تحتيها بس مش ظهر. الخط ده هيكون خط طيب الازن اللي هما عندك المجرى المفتوحة دي هتبدأ تزهر لك بتاعتك. العرض بتاعها اللي هو هتاخد عشرة المين وعشرة هي شمال وهتبدأ تعمل الخطوط بعد كده عينك هتبدأ تجيب النص اللي قدامك دي. فتلقى الخط اللي بتاع اللي فوق عمول يبقى تحتيه الخط بتاع نبدأ نشوف استنتاج المسكت التالت وزا ما احنا شايفين في الرسمة اللي قدامنا قادر الراجل عمل الجزء بتاع الاربعين والارتفاع بتاع الخمسة تلاتين. بعد كده بدأ ياخد الخط بتاع القعدة بتاعته هي. وبدأ ياخد تحتين. وعمل بتاع المجرى المفتوحة دي. والخط بتاع بتاع اللي ستوان. ده كان مسال آآ بسيط كده على استنتاج المسكت التالتة. ونبدأ نخش في آآ مساب جديد وتمرين جديد. في الشكل اللي قدامك هنا الراجل طالب منك استنتاج المسكت التالت. وزا ما احنا قلنا. اول حاجة بنبدأ نقرأ في الرسمة بتاعتنا عشان نبدأ نستنتج المسكت. لو احنا شفنا الابعاد بتاع الرسمة اللي قدامنا الراجل ما يديك المسكت الرأسي طوله مية وخمسين. والارتفاع بتاعه خمسين. العرض بتاعه عبارة عن الخمسة وسبعين. والآآ. والجانب هنا هيكون عبارة عن كامل خمسة وسبعين في الارتفاع بتاعه عبارة عن خمسين. طيب. نبدأ نشوف الشكل بتاعنا ونبدأ نقسم الشكل بتاعنا لمجموعة من العناصر عشان نبدأ نفهم الرسم. لو احنا شفنا الخمسين في الارتفاع بتاع الاتناشر ده عبارة عن الاعدة بتاعة الشكل بتاعنا. طيب الخمسين والسمك بتاعها اتناشر. عرضها تحت لو انا بصد كده تحت في ماسكت رفك اللي هو عبارة عن كامل? الخمسة وسبعين. يعني ده عبارة عن مستطيل مية وخمسين في الخمسة وسبعين. دي اول حاجة الاعدة. تلقائي لما انا بص فيه الجانيبي هبدأ اشوف مين? هشوف الارتفاع بتاع الاتناشر في العرض اللي هو كامل. انا عيني هنا. في نفس اللي هو اتعيني في الجزء اللي بعد. اتناشر وخمسة وسبعين. طيب الحاجة اللي بعد كده. الاعدة دي فيها ايه? الاعدة دي الراجل عامل لي داشت لاين ها. ادي انا شايف اتنين داشت لاين ها. لو انا بصيت فيه الافكي شفت ايه? هبدأ اشوف ادي دايرة اتنين تلاتة اربعة. ده عبارة عن اربعة طوق. الراجل عامل لك اربعة طوق هنا. ويظهرين فيه المسكت الرأسي. الاتنين اللي قدامك. وفي اه في الافكي ظاهر اربعة. يبقى تلقائي لو انا ببص فيه المسكت الجانبي هبدأ اشوف الاتنين دولة. ادي واحد ادي اتنين. بس هزهروا لي هنا ايه? عبارة عن الداشت لاين. كل ده واحنا بلسه مستمرين فيه موضوع الاعدة. الاعدة بتاعتك لسه فيها ايه? في خط داشت لاين اهو. مسافة ارتفاع تلاتة. والعرض بتاعها عبارة عن كام تسعين. الخط ده لو انا بصيت فيه الافكي هبدأ اشوف عبارة عن ايه? شايف انا خطوط داشت لاين هاي? مستطيل خمسين في التسعين. طيب. يبقى ازا فيه استنتاج المسكت الجانبي. الراجل مسك الاعدة دي. من تحت كده وبدأ اعمل لها ايه? اه اعمل لها حت قطع كده بمسافة تلاتة بعمق تلاتة. لما انا انا بص فيه المسكت الجانبي هبدأ اشوف الخط ده عبارة عن ايه? الارتفاع بتاع التلاتة ميلي في العرض بتاع الخمسين ويشوفهم عبارة عن خطوط داشت لاين. دي ايه? الاعدة. الاعدة لو انا بصيت فوقها الاعدة محطوط فوقها هيعبارة عن ايه? استوانة. الاستوانة ادي الشكل بتاعها فيه المسكت الرأسي زي ما احنا كلنا عارفينه. والراجل عمل لها ايه? اا استوانة مفرغة. يعني فيها اا داشت لاين الماشي اللي جوه. لو انا بصيت في الاوف اه اه ادي الدايرة الاولينية والدي الدايرة التانية. الدايرة اونية عبارة عن خمسين والدايرة التانية عبارة عن التلاتين. طب الارتفاع بتاعها عبارة عن كام? اللي هو عبارة عن الخمسين ناقص الاتناشر. ده الارتفاع بتاع الاستوانة. الاستوانة هنا. لو انا بصيتها في المسكت الجانيبي انا قولنا بيزهر الاستوانة عندك اا دايرة والمسكتين التانيين بيزهروا عبارة عن مستطيل. فهتلقائي في المسكت الجانبية هتشوف المستطيل بتاع الخمسين وجواء بتاع الاستوان اللي هي عبارة عن الثلاثين. يبدأ يزهر لك شكل قدامك هنا زي شكل المسلس يمين وشمال. طب الشكل ده هابدأ ايه يوضح لي عن طريق لما انا بصله في المسكت القفك. المسكت القفك شوفت هي عبارة عن خطين وخطين النحط تاني. طب عنا ايه الكلام ده? الكلام ده احنا بنقول لما تشوف الشكل اللي هو بتاع اللي قدامك شكل المسلس ده وفي خطين تحت الحاجة دي بنسميها عصب. العصب ده بيكون وظيفته اللي هو ايه ماسك الجزء بتاع الاستوانة مع الجزء بتاع الاعداء. طب الشكل بتاع العصب ده لما انا بصله في المسكت الجانبي هابدأ اشوف ايه? هابدأ اشوف الخطين اللي قدامي دولت بالارتفاع اللي قدامي ده. يعني هيجونا خطين في المسكت الجانبي. طيب في الناحة التانية نفس الشكل متطابق عليه فازا مفيش خطوط تانية. بجده احنا بصصنا الرسمة اللي قدامك وانت عارفت الرسمة بتاعتك بقى بتكون من تلات اجزاء الاعداء والاستوانة والعصب يمين وشمال. بقى الشكل قدامك بقى واضح. لو احنا اه شفنا الشكل بتاعنا اه هو ده الشكل بتاع المنزور بتاعنا. احنا رينا الرسمة ومن خلال ارية الرسمة انت هتبدأ تشوف استنتاج المسكت التالت. بقى المسكت التالت عبارة عن ايه? ادي المستطيل. واده التقبين هيزهره عندك الداش. والاستوانة وهيبدأ يزهر العصب عنك. ادي الشكل بتاع الاستنتاج المسكة التالت. ادي الراجل عمل السمك بتاعه. وعمل السمك بتاع الاستوانة. وعمل فهد والحتة اللي تحت اللي هي عبارة عن التلاتة ملي. والتقبين اللي عمل لهم. والخطين بتوع العصب. نبدأ نخش في اه مسال تاني. والراجل هنا طالب منك استنتاج المسكت الافر. كنا في الرسمتين اللي فاتوا بنستنتج المسكت الجانيبي الى المراضي الراجل اللي غير وهي الموضوع بدأ يصعب شوائية بشوائية. في الشكل اللي قدامك هنا هتبدأ تقرأ الرسمة بتاعتك. اول حاجة هتبدأ اتحدد الطول بتاع الابعاد بتاعة المسكت الافقي. المسكت الافقي اللي احنا هتبصينا كده بعينيك كده مرة واحدة هتبدأ تعرف اللي عبارة عن كام الطول بتاعه مية والعرض بتاعها هيكون عبارة عن كام اللي هو الستين. الشكل بتاعنا ده عبارة عن ايه? او انا هبدأ افهمه ازاي? وما خافش من اه موضوع استنتاج المسكت التالت في اي رسمة تابنية. لو احنا بدأنا نمسك الشكل قدامك دي الشكل قدامك هتلاقي عبارة عن القعدة تحت هي. القعدة دي اللي واحنا شفنا شكلها هي. فين في الجانب اه القعدة بتاعتي عبارة عن ايه? اللي هو الطول بتاعها المية والعرض بتاعها اللي هو عبارة عن ستين. الارتفاع بتاعها من المسافة من هنا لغاية هنا اللي هو الخمسة وعشرين ونشيت مع الجنبي يعني ده الارتفاع بتاع الاعدة. بس هنا عندي خط ميل. الخط الميل ده من غاية النقطة دي في لغاية النقطة بتاعة الخمستاشر يعني الراجل طلع خمستاشر بعدين اخد ميل معين. في الاتجاه اليمين والاتجاه الشمالي. طيب. الخط الميل ده بدأ عنده هنا قدي خط ودي الخط التاني. الخط التاني ما اخدوش لغاية الاخر. لا ده واقف لغاية نقطة معينة وبدأ يطلع لفوق. الخط اللي طلع فوق ده. ده يكون عبارة عن ايه? قدي الاعدة بتاعتك. وادي اللستوانة اللي متركبة على الشكل الداخل. بقت الاستوانة والاعدة. طب الاستوانة دي مين اللي شايلها? ازا ما احنا شايفين كده الاستوانة بتاعتنا اللي هي عبارة عن كام? عبارة عن الكتر بتاعها خمسين. وجوها الاستوانة مفررة عبارة عن تلاتين. والعرض بتاع الاستوانة كله كان ستة وتلاتين. طب الاستوانة دي مين اللي شايلها? اه ده الراجل قال لك ده في عصب شايلها. العصب الاولاني الشكل قدامنا لو احنا شفنا الشكل قدامنا اه اه. ادي الجزء اللي انا بشاور عليه ده. والجزء التاني. طب الجزء اللي اقول اني والجزء التاني ده ظهر لي فين في الجنبي? اه ده ببدأ الراجل. لان ما احنا قلنا بدأ ياخد الخط. الخط ده هو الخط بتاع مين? الخط بتاع العصب. لو انا بسطت من الجزء ده هو الخط ده. الخط ده. والخط التاني بتاع العصب مع نهاية مين? مع نهاية الاستوان. ادي الجزء الاولين. طب الجزء التاني او الاستوانة شايلة ايه تاني? شايلة الجزء بتاع الستاشر. لو احنا بسطنوه في الجنبي عبارة عن ايه? ادي الشكل. بتاع الستاشر جا في الجنبي الراجل اخد خط ميل. يعني الخط الميل مع الجزء ده كله هو ده العصب اللي شايل اللستوانة من تحت. بقى هنا الشكل قدامك لو انت تبدأ اه تقراه بقى عندك عبارة عن ايه? الشكل قدامك عبارة عن قعدة. القعدة دي فيها عصب. شايل اللستوانة وعصب تاني تساند على اللستوانة. يعني اللستوانة متشالة على حاجتين. قدل العصب الاولاني قدل العصب التاني. طيب نبدأ بعد كده نبدأ نشوف بيه الشكل قدامك. في عندك خط داشت لاين. الخط داشت لاين اللي احنا شايفينه ده الراجل قالك ايه وجامي عن طريق الجزء بتاع ستة. يعني من وراء كده بدأ ايه يعمل ايه? اه عمل اه شال جزء من المسكت. الجانبي بالسنك بتاعه عبارة عن ستة. يعني تلقائي اللي انا وبص من المسكت القفقها هيبدأ يزهر عندي خط قدامي. بدأ في المسكت الجانب هيبدأ يزهر عندك الخط بتاع بتاع الاعدة اللي هي اللي احنا شايفين هده. زي ما احنا شايفين ادي شكل المنزور بتاع المساقط اللي قدامي. في المسكت الرأسي والمسكت الجاني. ادي الشكل قدامك. ادي الاعدة بتاعتك ودي القاعدة اللي ما احنا شايفين كده فيها عصب اهو وعصب الناحية التانية. متشال على الاستوانة شايلة الاستوانة. والاستوانة في عصب تحت سندها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبقى استنتاج المساقط التلاتة بتاعتك عبارة عن ايه? احنا قلنا هنجيب التور والعرض. آآ اول حاجة بنبدأ ان ناخد الحتة بتاعتك الستة. ونبدأ ننزل اسقاط من الجزء بتاع ونبدأ نعمل خط. طيب بعد كده عندي ايه? اه دي انا عندي الجزء بتاع الاستوانة. هابدأ اه انزل الجزء بتاع الاستوانة. ادي الاستوانة بتاعنا اعارف عرضها وهي اعارف هتنزل مسافة للاقاعدة ايه? زي ما احنا كنا شايفين هنا في القانون تاعتها تلاقيها ستة وتلاتين من بعد الستة. طيب. عنده هنا هيبدأ يظهر عنده ايه? هيبدأ يظهر عنده العصب في الاتجاه اليمين والاتجاه الشمال. ادي الشكل بتاعه. شايفين احنا الكسرة دي? ادي الخط بتاع الاساسي. الكسرة الاولانة دي هيبدأ يجيب الخط الاولان ده. الخط الاولان ده لو انا بصت كده على شكل منظور اها ادي الخط الاولان. شايفين الخط ده? مع الخط ده. اهو. لو انا مشيت ويخبط لغاية ما يخبط فيه الشكل بتاع الستوانة. نفس الكلام اطبقوا الناحية تانية. وانا هتبص من فوق هبدأ اشوف مين بقيت العصب طالع لبرة لو انا بقيت فوق هنا شايف بقيت العصب ظهر عندها هيبدأ يظهر عندي ايه? شكل مستطيل. طيب. الكلام ده عملنا جماعة الخطوط الرأسية اللي قدامنا. تبدأ تشوف الخطوط الداش لاين. ادي خطوط الداش لاين اول واحد بتاعك مين? بتاع الاستوان. ادي عملت. ادي الخطوط بتاع الداش لاين. الخط التاني عندي مين? ادي الخط بتاع القعدة. من اول للاخر. ادي من اول للاخر. ابدأ اعمل خطها. طيب بعد كده مش العصب اللي تحت الاستوانة ده هو مكمل تحت الجزء اللي تحت عندي الاستوانة. يبقى ازا انا ظهرت الجزء الاولاني. وابدأ ازهر بقيت اللي دخل الجزء اللي دخل. يعني هبدأ اعمل اهو. ويبدأ يقطع الخط اللي جاي لهم ده والخط التاني. بكده يبقى احنا خلصنا موضوع الرسمة اللي قدامنا او التمرين اللي قدامنا. التمرين كان آآ تقيل شوية. بس الموضوع مع الممارسة والتمرين على آآ الرسم. لان الرسم الهندسي محتاج ممارسة وتدريب كتير. طول ما انت بتتدرب ويبترسل مجموعة مترسومات كتير ويبقى مختلفة. بيبدأ عندك الموضوع بيبدأ يسهل. بيبقى سهل ويبدأ الموضوع معك يمشي كويس. احنا كده خلصنا بتاع النهاردة. وان شاء الله نبدأ نكمل آآ استاكاشن جاية باذن الله.